السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسلام كل بسمعني تعبير عن مساعدة المحتاجين عشرة أسطر نمصر دي وصفي ذات يوم كنت ذاهبا إلى السوق فوجدت متسولا بملابس بالية ومتسخة وعلمات الحزن بادية على وجهه أخذ هذا المتسول يطلب من المارة المساعدة وعندما كان يمد يده البعض منهم يعطيه ويعطف عليه والبعض الآخر يصده بسبب عجرفتهم وقلوبهم الميتة وتستمر حياة هذا المتسول بهذه الطريقة ولقد ألمني المنظر وحز في نفسي أن يكون في مجتمعين أناس أخلاقهم سيئة لا يساعدون أحد أتمنى من الجميع أن يساعد المحتاجين وأن يتساعد الجود ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته موضوع نمط سرد وصفي موضوع قصير في حدود عشرة أسطر نمط السرد وصفة مؤشرات السرد ومؤشرات الوصف وصف المتسول لدينا تعليمة هنا تعليمة شدة انتباهك كرم حاتم الطائفة تذكرت مشروعك التربوي حول ظاهرة الساول في الشوارع في شوارع بلادنا وكيف يتعرض المتسولون للقهر والاضطهات شأنهم جان فالجان ومعانته فأردت أن تقارن بين حاتم الطائفة والناس اليوم تعليمة ضمن فقرة سردية وصفية من عشرة أسطر بين حاجة المتسولين لأشخاص أخلاق حاتم الطائفة يعطف عليهم ويكرمهم موظفا جموعا مختلفة مرايين علامات الوقف يقومنا بحل هذه التعليمة بكتابة موضوع تعبير بهذه الطريقة فقرة سرد وصف عشرة أسطر موظفا جموع مختلفة مرايين علامات الترقيم بمقدمة وعرض وخاتمة إذا ردت وصف وصف طفل فقير يحتاج المساعدة موجود في القناة أو رجل فقير أو عجوز يحتاج المساعدة موجود في القناة أيضا شكرا جزيلا دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته